هو السيد رئيس ها تشيره مشكل علاش احنا دبا مليك نجيو للبادية هاتشيره لإخوانك يعرفوهم مليك نتنائب برلمان مانا لا رئيس حكومة لا وزير لهم يحزنون مليك نجيو كان بغيوا البادية منقصوهاش عند هالطريقة ديال التدبير ديال الشؤون ديالها وخصوصا السكن ديالها كان قولوا واشهدوا تصفتهم لعند النطير وتصفتهم لعند الأرشيتيكت وتصفتهم لعند الجماعة وتصفتهم تصفتهم حنبيهم كتعرف بالليك تفتح على الناس لأبواب ديرجاء النام ولكن في نفس الوقت عوتني كينا يعني مدون قريبة من يعني قرى قريبة من المدون إلى فتحتي هذا المجال هذا في القرى عوتني كينتقل ذاك الشي للمناطق اللي هي قريبة لقريبة للمدون كيولي الساكنة ديال الناس خطار كتولي لواحد العدد ديال الاشكالية ولهذا نحن نسديد ونقارب ومطابعة الحال الإدارة هي تقيلة الإدارة تقيلة وهذا المجال ديال بتعمير فيه متدخلين كتيرين فيه الوزارة ديال التعمير وفيه الوزارة ديال السكنة وفيه الوزارة ديال الداخلية وفيه الجماعات المحلية ومع الأسف الشديد فيه وحد العدد ديال المستويات الناس دي كيوصلوا لهم الملفات ديال المواطنين عوض ما يفكروا كيفاش يحللوا المشاكل ديال المواطنين كيف يفكروا كيفاش يستفدوا منها فهذا شيء دارة وحد الإشكال رحا ولكن مش نعالجوا هاتي شي رخصوا احد المجهود حقيقي انا كنقول لكم كرئيس دير الحكومة رئيس دير الحكومة مخصوش يجي طلب من الاخرين يتعاونوا معه واني كنقول لكم فهذا بعض المشاكل بحال هذه لما تعاوناش انا ما غا تكون حتى شي نتيجة وشكرا لكم شكرا